السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله استرلي الناس اليوم الجامع يا ربي يدام عزيلا عميه والدام عين الله فهل عكي لكن شوالب النسرن یلم قد رابي لرقب للقلب ديالي وكنت صليفه وقت وكل شوكان قملين ولكن عندي اربعين عام ولكنله يسترلي اليوم الجامع يا ربي ا امين يا رحمل يا رحيم يا ربي بنتي القياءة فاكنا ما اخلي الرقم جيالك عندنا في الستندار نقدر نحتاج لي بإذن الله وخاة بنتي رقيا الله يكمل لك الرجاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آمين يا رب اللهم آمين يا رب اللهم آمين بنتي رقيا شكرا لك لله محمد رسول الله شكرا لك حافظك الله ورعاك الله لا إله إلا الله أخت رقيا كتحدث على أن والدها بغي مشور الحج ودي مناسبة للتذكير فليوم فاتح أبريل بدأت تسجيل الناس اللي بغي رغبوا في الحج تم فتح لائحة الراغبين في التسجيل بالحج ابتداء من اليوم أبريل اللي يهمه الأمر كيقصد المقاطعة دياله الدائرة الحضرية في الكيسكون وكمشي عند القيادة وتمكي تسجيل كيدفاغل لكارت ناسيونال ومن البات كي تسجيل كتا واحد تقطع وكيسمح مسجل في لوائح الراغبين في الدهام إلى الديار المقدسة بإذن الله الواحد الأحد بدأت تسجيل من اليوم غي يستمر لتقريبا واحد لعشرة أيام فأسأل الله تعالى أن يكتب لوالدك يا أختي رقية يكتب لهم الله تعالى حجة في القريب العجل الطريقة باش نمشون الحج بإذن الله هذا كان يسمى إجراءات إدارية كنت تجيب في المقاطعة كنت تجيب النسخة من البلاد عقد الازديات الصور الفوتوغرافية كنت توجد الباسبور كنت تقلب عن المصروفة يكون لوسائل وسائل عملية مادية لكن هناك وسائل أخرى ربانية قريبة من عند الرحمن ربنا يسخر لك الأسباب كلها ليبغي يمشي للبقاء المقدسة أول حاجة تخلي دائما قلبك معلقا بالله ونسانك رطبا بذكر الله هذا رقم واحد بعد ذلك تمد يديك خدمة للخلق هذا عقل على أيها الأحب الكرم ليبغي يمشي للبقاء المقدسة ما يخممش لا في القرعة ولا في المصارف ولا في الإجراءات الإدارية المعقدة ولا في الترتيبات على السفر ما يخمم فواله يتبعها الترتيبات لغا نقول له وإن شاء الله تعالى ربي غا نكرمه كرما عظيمة اللولا خلي قلبك معلقا بالله تانيا لسانك رطبا بذكر الله تانيا يدك مدها لكي تتعامل مع الخلق أي مخلوق مدليه للخير ما تقولش الله اللي قدرت عليه مدليه للخير وبعد ذلك تفقه في أحكام الحج بدأ ملدبا تعرف شنو أحكام الحج شنو طواف القدوم طواف الوداع شنو طواف الإفاضاء شنو طواف التطوع نعرف الأحكام الحج في مينان في مزدلفة في الجمارات في كده وخبقي ممس الجنش نتعلم ملدبا كان عمر نفسي وكان هي نفسي للأحكام الشرعية التي هي مرتبطة بأحكام الحج ونعرف حتى الحكام الأسرار علاش ربي قالنا الطواف من اليمين إلى اليسار ولماذا ربنا أمر بأن نبدأ من الحجر الأسود ولماذا ربنا عز وجل قالنا بأن عرفه والأسس الحج عرفه ولماذا قال سبع جمهرات ولماذا السورة والوسطى والكبرى نقلم على الفلسفة على السر على الحكمة نعمر بها قلبي ونعمر بها اليقين وغتلقى بأن الحج يناديك الحج يناديك غد اكتر من قول لا إله إلا الله قوة لا إله إلا الله كتخلي مكة المكرمة عن جاذبية قوة الجذب هذا التقافة الشعبية كنسموه المجدوب اشنوه المجدوب جذبة رحمة الله الواسعة مكة المكرمة لها قوة الجذب لك تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تجذبك عندها والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة منكنا يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قوة الجذب تجذبك إليها ومن أراد أن يزور القبر النبوي الشريف والقبة الخضراء والمدينة المنورة عليه أن يكثر من الصلاة والتسليم على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيارى بأن هناك قوة جذب إلى المدينة المنورة بعد فترة زمنية قصيرة ستلقى بأن كل شيء ميسر الترتيبات ميسرة المصاريف موجودة الخير كله يتراكم عليك حتى تجد نفسك ضيثا كريما معززا في البقاء المقدسة بإذن الله هذه وصفة بسيطة أيها الأحبة الكرام ياما ذكرتها للكتب للناس وفعلوها والتقينا معا في البقاء المقدسة مرات ومرات ومرات فضلا من الله وإكراما أسأل الله الكريم بنت القياء الله اكرم والدك بحجة في القريب العجل وكل المؤمنين والمؤمنات المتشوقين لزيارة البقاء المقدسة الله يكرمهم بحجات وعمرات متتالية والله يرسوك السعد الجميل ويرسوك القبول ويرفع عندك المانع ويختار لك مولانا زوجا صالحا مباركا الرقم غالناخض إن شاء الله ولبلية أقرب من يناسبك سأربط بك الاتصال وأسأل الله تعالى أن يوفقك لما يحبه ويرضاه اللهم أمين يا رب يا كريم فتذكير لاستاذ المستمعين أن هذه الأيام المباركة بدأ التسجيل للبقاع المقدسة فتحت أبوابه في المقاطعات وأسأل الله الواحد الأحد كل من يرغب أن يزور تلك البقاع ربي عز وجل يكتم له الخير ويكتم له الله البركة فالدعوة مفتوحة للجميع غنقوا الأحباب الكرام أكتروا من الصلاة والتسليم على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاجوا وحدنا القريب غتفتحوا عينكم غدقوا فوسكم بأنكم غدوا الطائرة ومن الطائرة تنزلون في مطار المدينة المنورة ومن تم يقلكم حافلات مكيفة تجن ألفسكم في أبواب المدينة المنورة بالنخيل وتمور المدينة وتستحضرون تلك الأجواء الجميلة لما كان النبي الكريم داخلا إليها والصحابة من الأنصار يضربون بالدفوف والنساء يزغردنا والكل يقول طلع البدر علينا من تنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أحب الكرام تعالوا بنا في ختام هذه الحلقة نرفع أكفة ضراعة إلى البار عز وجل بالدعاء الصالح ونقول جميعا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما غانما معصوما ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر وسوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعليت اللهم لا تدع لنا في مقامنا غادى ذنبا إلا غفرته ولا غمّا إلا فرشته ولا مريضا إلا شافيته ولا ضالا إلا غديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مسجونا إلا سرحته ولا مسافرا إلا سالما غانما رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا عبادك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا حكمك ماض فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في أحد كتبك أو علمته أحدا من خلقك أنتجل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذذاب همومنا اللهم احفظنا جميعا بما حفظت به القرآن الكريم ورعانا بما رعيت به الذكر الحكيم اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في الدنيا مرشدا وفي القبر مونسا وإلى الجنة رفيقا يا الله يا الله اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم أمراضنا فاشفها وتعلم حاجاتنا فاقضها وتعلم أعداءنا فاكفنا شرهم يا رحمن يا رحيم يا دا الجلال والإكرام إنا نعود بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن أدن لا تسمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك اللهم أن ترحمنا وتغفر لنا اللهم اغفر وارحم واعفوا وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا لا تواخدنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفوا عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا عن القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الداكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله